ربنا خليك اسلام وهم نتائجنا معاهم وهم نتائجنا معاهم وهم نتائجنا معاهم وهم نتائجنا معاهم وهم ندية حتى في مباراتنا معاهم فبالتالي الموسم ده كمان هم عاملين 13 عقد جديد وعملين حسابهم ان هم لا هيدايسين يعني وحتى يمكن اذا انت قلت في المقدمة الحقيقة مكسوني الحقيقة يعني هو طبعا حاس انه مخدش فرصته وحاس انه هو العب كويس وكان ممكن لو خد في الصوت يثبت وجوده فبالتالي هو متحمس جدا طبعا يعني حقه مفيش تجاوز وبالتالي هو كمان هيبقى برضك محفز لعيبته ومحمس لعيبته زميله فبالتالي مباراة مباراة قوية جدا ومباراة صعبة جدا انا مش عارف ليه ان يعني ليه هناك البعض مستسهل هذي مباراة بينطع طول على سوندونز لان اسم سينبا اسم كبير طول عمره طبعا 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 انا بقولك يعني احنا مباراةنا مع بعض النادي الاهلي وهما الحقيقى على طول فين الدية وعلى طول هما بيكسبون احنا نكسبهم يعني لا فين الدية هنا حالك تقصد انه حتى بغض النظر على المستوى يعني يمكن الناس هنا حتى انه مستوى الاهلي الحمدلله والشكر لله الامور جيدة من اول السنة باستثناء طبعا السوبر اللي حصل وخسارتنا للسوبر لكن بقية المباراة انت بتقدي بتكسب بتعمل مطشات كويسة بتكسب سكور كبير احبصة انا اقولك حاجة اسلام احنا مش من اول الموسم ده احنا الحقيقة من الموسم اللي فات اعتقد النادي الاهلي اتنقل نقلة كبيرة جدا جدا فنين يعني انا يمكن ما شفتهاش من فترة كبيرة الحقيقة يعني من ايام منو الجزيه ويمكن كمان كلر الحقيقة متخطي اه متخطي كمان منو الجزيه في حاجات يعني الحاجة اللي عملها من الموسم اللي فات انك بتعمل تدوير من اول الموسم ايه اولا هو بيجهز لعيبته كلها اوكي التلاتين اللي عيب بيجهزه عشان كده انت بتجي مثلا ايه في مباراة بيغير ستة لعيبة بيغير خمسة لعيبة نعم بس مش بيغير لكده وخلاص لا هو دلوقتي بقى عامل تعرف حاجة حاجة زي ايه اسلام زي مجاهز تلاتين ترس في مكنة شغالة اوكي يشيل بقى اي لعيب او اي مجموعة خمسة ستة اربعة اوه محفظ محفظ وخلاص كل اللي بينزل بنفس مفيش حد بينزل اي مباراة وتلاقيه مثلا ايه بعيد عن اللعيبة بالعكس كله لا فرما ما حصلتش فرما هاية مجاهز لعيبته الحقيقة بشكل كبير جدا جدا وبشكل مميز جدا وكمان بقى عامل ايه عامل منظومة دفاعية كمان انت من بوراة سانداونز اللي هي موسم اللي فات انت خلاص هو ابتدى يعرف الافريكيا ايه ويعرف الحقيقة الدور المصري ايه والحاجات دي كلها فابتدى يعمل منظومة دفاعية المنظومة دي انت يمكن عدنا حوالي اتناشر مباراة ما بيخش فيك هدف ايه اتناشر مباراة ده عدد مباراة كبير جدا وفي نفس الوقت انت خلاص انت عندك دلوقتي الشغل الهجومي كل واحد حافظ يعني انت عندك الربط اللي في التلتي الهجومي الحقيقة ده اللي انا كمان بشيت بيه كمان ليه الحقيقة لا ده يعني ما حصلش من فترة كبيرة جدا 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 انت اولا عدد مباراة كتير جدا جدا بتكسب سكور اربعة تلاتة عدد مباراة مش مثلا بتكسب مبارتين ولا تلاتة لا عدد مبارات الحقيقة كبير يعني فبالتالي انا انا مطمئن الحقيقة يعني اوه السنبي انا بكلم انه هي تم مباراة صعبة لكن احنا يمكن رهانا على الفرمة اللي وصلها تيم النادي الاهلي ولعبية النادي الاهلي ودي مش من الموسم ده او بداية الموسم ده من الموسم اللي فيك وكمان الميزة انك الرجل ده عمل استمرارية في الاداء المميز الاداء الجيد ودي كمان يمكن اعتقد ده الجديد لانك انت ممكن تبقى في موسم بتعمل مثلا مباراتين تلاتة كويس وبعدين تقوم نازل مباراة وبعدين مش عارف ايه لا الرجل ده كل مبارياته اداءه مميز جدا وزي مقلتلك يمكن هو فرق معه الحقيقة في حتة المنظومة الدفاعية حتة النظام في الدفاع مروان عطية مروان عطية لما سكنوا في ستة وطبعا طبعا الاتنين لعيبة كويسة اوي مروان عطية لا انا بكلم كمان عن استمرارية مروان عطية ومن الموسم اللي فات يعني ابتدى يعملك رقم ستة نموزاجي